يقول الأخ محمد أحمد نرجو من فضيلة الشيخ توجيه كلمة للأمة بخصوص كذبة إبريل وانتشارها وتداول ذلك بين الناس الكذب كله لا يجوز إلا ما استثني من الأحوال الثلاث لإصلاح ذات البين الزوج على زوجته لأجل العشرة لأجل صلاح العشرة السلامة من ظلم الظالم بالتورية وأما ما عدا ذلك فالكذب محرم فنجعل لعنة الله على الكاذبين في الحديث أن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبة إن الكذبة يهدي إلى الفجور إن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبة لا يتهاون الإنسان بالكذب نعم